السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكذوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما هي الطرق الشرعية الثمانية في الوقاية من السحر والصحرة نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم في البداية أدعى حضراتكم للاشتراك في هذه القناة المباركة وتفعيل الجرس من أجل أن يصلكم كل ما هو جديد الطرق الشرعية الثمانية في الوقاية من السحر والصحرة رقم واحد الاستعاذ بالله وقد أرشدنا الكرآن إلى الاستعاذ بالله في غير موضع من كتاب الله سبحانه وتعالى قال جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله الله أكبر إن احنا نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يحمينا من كيد الشياطين ومن السحر ومن الصحرة رقم اثنين التقوى إن الإنسان يكون عنده تقوى لله تقوى الله بحفظ أوامره والانتهاء عن نواهيه فمن اتقى الله حفظه الله ولم يكله إلى غيره قال جل وعلا ومن يتقى الله يجعل له مخرجا رقم ثلاثة التوكل على الله والاعتماد عليه فمن توكل على الله فهو حسبه أيك فيه سبحانه وتعالى رقم أربعة تجريد التوبة إن الإنسان يتوب إلى الله توبة صادقة من كل الذنوب والمعاصي اللي هو فيها لإن بسبب الذنوب دي سلت عليه الشيطان وصلت عليه الصحرة وصلت عليه هؤلاء الأشرار قال جل وعلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم الله أكبر رقم خمسة حبيبي الصدقة والإحسان إلى الناس فالصدقة لها تأثير عجب جدا في دفع البلاء والسحر والحسد قال صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة الله أكبر والدواء هنا يشمل الدواء الحسي والدواء النفسي بفضل الله سبحانه وتعالى رقم ستة الاكثار من قراءة الكرآن والأدعية المأثورة من خلال الرقية الشرعية المعروفة رقم سبع حبيبي استخراج السحر وإبطال ذلك السحر وهذه من طرق علاج السحر ولكن بعد وقوع السحر نحن نستخرج السحر ونبطره بفضل الله سبحانه وتعالى رقم تمانية ودي آخر حاجة استعمال الأدوية المباحة شرعا والتي يعرفها الأطباء من ناحية وأهل العلم من ناحية الأخرى يعني فيه أطباء يعرفون أدوية معينة لعلاج الإنسان الذي عنده مثلا شيء من السرع أو معمول له السحر أو غير ذلك فيه أدوية بفضل الله بتهدئ العصاب ويعني تكون سبب فيه الشفاء أو فيه تعجيل الشفاء بفضل الله والدعاء من ناحية أو العلماء من ناحية يعرفون ما هي بقى الأدوية التي تكون منها الكرآن ومنها السنة من خلال مثلا الإنسان يعلم الناس كيف يحترزون من السحر ومن الصحر ومن الحسد ومن العين طب لو وقع السحر إزاي نعالج السحر برضو بالكرآن وبالسنة كل ذلك موجود بفضل الله سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من الصحر ومن السحر ومن الشياطين الإنس والجن يا رب العالمين وأني أجمعنا وإياكم مع سيد ولدي آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا